موسيقى نتكلم عن الموضوع لكن الأصعب أن الواحد يختبر ويمر في نفس هذه المراحل بس رح نحاول بقدر الإمكان نكون ولو شوي صغير بلسم شفاء ولربما تشجيع لكل مشاهد بشاهده اسمح لي في البداية أقول حاجة معرفش يمكن تكون أول مرة تعرفها أنا كتبت كتاب زمان بعنوان لماذا يسمح الله بالألم وكتبت الكتاب ده بعد تجربة كان ابني الكبير فريد وهو عنده ثلاث سنين ونص جاله مرض السكر وبدون أي مقدمات أي مقدمات في يوم من الأيام مامتو لحظت أن هو بيروح التويلت كتير اتصلت بدكتورة صاحبتنا من الكنيسة أيامها كنت برعى الكنيسة الإنجليا في الشرابية في القاهرة الدكتورة دي كان أخوها جاله سكر وهو صغير فجيه لزهنها على طول لأن لو سألت أي دكتور ابن بيروح التويلت مش هيجي على زهنه السكر فقالت لمراتي طب اشتري الشرايط اللي بيعملوا بيها التست بتاع البول للسكر وحطيها في البول بتاعه وقليلي النتيجة إيه وساعتها لقيتها بتكلمني وقالت لي هات الشرايط كذا وقالت ليه إيه يعني ليه إيه السبب المهم جبت الشرايط وروحنا وهو دخل للتويلت وجاب آخر لون آخر لون وأفتكر خدناه وروحنا لدكتورة وبعدين الدكتورة بعتتنا معمل جنبيها وكان السكر بتاعه أفتكر طفل صغير عنده تلات سنين ونص وسكره تلتمية وستين ودخلنا المستشفى فورا وقعلنا في المستشفى أسبوع يزبطوله الجرعات وغيره وكانت خبرة ألم غير عادية لنا أنا بقول ده من البداية تذكرته عشان أقول لكل مشاهد أنا مش بتكلم من فراغ لكن سداني يا سيس نزار خبرة ألم أنا لا أنسى ابني فريد وهو صغير ثلاث سنين ونص وحنا في أول أسبوع في المستشفى والدكتورة بييجوا علشان كل شوية في اليوم يخدولوا عين الدم علشان يعرفوا السكر كام يزودوا الجرعة أو يقللوا الجرعة وأنا شايله وحضنه وهو يصرخ بقى بحوشني وأنا في مرات كنت بابكي يعني هو بيبكي وأنا بابكي وفي التوقيت ده كتبت الكتاب وكتبته وقلت أنا عايز أجاوب ليبني على أسئلته إذا سألني وقال لي ليه حصل لي كده ليه ربنا عمل لي كده فأنا كتبت الكتاب ده لماذا يسمح الله بالألم صدر في وقتها مع دار الثقافة أعتقد ده كان سنة 98 من قرب 24 سنة الوقت لكن أشكر ربنا من قلب الخبرة والتجربة كمان من قلب الخبرة والتجربة وأشكر ربنا أن ابني أنا بقول أشكر ربنا وده يمكن أقوله في النص أن شفاه نفسيا أن تلات سنين ونص وجات له الظروف دي وبياخد أنسولين كل يوم وبياخد أربع حقا أنسولين في اليوم لكن الرب شفاه نفسيا فريد ابني لما خلص سنوية عامة دخل ماسترز كوليتش في كاليفورنيا علشان كان داخل يدرس بري ميديسن وبعدين وهو قبل ما يخلص سنة الأولى أكلمني قال لبابا أنا عايز أغير الميجور لإيه يا فريد قال لنا عايز أدخل لهوت ليه يا حبيبي قال لبابا أنا صليت كتير وقررت أخدم ربنا أجيل ويمين شمال قال لبابا أنا صليت وأعدت كتير قدام الرب وأنا عايز أخدم ربنا فبشكر ربنا أني يعني أجمل شيء الرب عملها أني شفاه من جوة والرب بيستخدمه وأشكر ربنا أنه في النعمة وفي الإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر